بيبدأ المسلسل مع الدكتور حسام واللي بيكون لسا واصل المستشفى اللي شغال فيها وبنعرف انه شغال دكتور تغدير وبيكلم مامته في الوقت ده عشان يسأل عليها لانه بقاله فترة مزراش ولا كلمها وبيبان عليها انها ازعلانة منه هو امرته ليلة فبيعرفها ان ليلة دخلت الشهر الخامس في الحمل وتعبانة ومجادة الفترة دي وساعتها مامته بتدقيله ان ربنا يفرحوا بزوريته ويعوضوا عن اللي شافه فبيقولها ان ليلة هي كمان محتاجة العوض لانها تعبت كثير في حياتها وفجأة بيتصدم لما بيشوف قدامه الدكتورة جهان زملته لانها كانت مسافرة كندا ولسا رجعة وبتقرب منه وبتتكلم معاه وبتعرفه انها رجعت للمستشفى تاني ومش هتسافر وهتكمل هنا فبيبان علي حسام الديق وبيتجهالها وبيروح للسهم الممرضة عشان يعرف منها مواعيد عمليات النهاردة وبتدق منه جهان بسبب الحركة دي وبعدها بتروح جهان ورا حسام الكافيتيريا وبتقف تتكلم معاه وبتاكل من البسكوت اللي بيأكل منه لانهم كانوا بيأكلوا سوى زمان وبتسأل حسام ليه مسألهاش عن السبب اللي رجعها مصر تاني فبيبان علي انه مش مهتم فبتقوله انها تعبت في الغربة واكتشفت ان التعب جنب الناس اللي بتحبوه مرحم بكتير وبتعرفه انها طلقت من وليد جوزها وبتاخد في اللحظة دي من حسام موبايله عشان تسجل علي نمرتها الجديدة وبتقوله انها سجلت نمرتها باسم جيجي زي ما كان بيدلعها بيه زمان وفي الوقت ده بتكون ليلة في عيادتها لانها بتشتغل طبيبة نفسية وقاعدة مع واحدة من المرضى بتوعها اللي بتكون منهارة بسبب موت ابنها وانها لحد دلوقتي مش قادرة تتخطن ومش معيها فبتقول لها ليلة انها حس بيها وفهمها مشاعرها كويس وما تمنعش نفسها انها تحس بالحزن والزعل لان ده مع الوقت هيساعدها تكون افضل وبيطلب منها تجيب نوتة صغيرة تكتب فيها كل حاجة بتحس بيها لان ده هيساعدها في الشفاء اكتر فبتشكرها المريضة انها بتساعدها وبعدها بنروح لحارة شعبية من حوار القاهرة وبنشوف بنت اسمها نورة بتشتغل في كوافير وهي واقفة مع شاب اسمه شاكر وبتترجى يسطر عليها عشان غلطت معه وحامل منه لكن شاكر بيكون عايز يخلع منها وبيعرفها ان دي غلطتها مش غلطته وان حذرها اكتر من مرة تاخد احتياطاتها وهي طمينته وبيقولها ان هي اللي ضحكت عليه مش هو ووقتها بتيجي حنان زميلتها في الشغل وصحبتها وبتتكلم مع نورة وبتقولها انها ما ينفعش تقف مع ناس نقصة وما تعرفش الرجولة فبيتعصى بشاكر ساعتها على حنان فبتقوله ان الكلام مش ليه لكن لو حاسس انه لايق عليه يعتبره كأن ليه وده بيدايق شاكر منها اكتر وبترجع نورة هي وحنان للكوافير وبتقول نورة الحنان ان صعبان عليها تسقط الجنين وبتدفع عن شاكر انه بيحبها لكنه ممكن يكون جبان ومش مع فلوس فبتدقى حنان منها عشان لسه لحد دلوقتي بتدور على مبررات لشاكر وبعد شوية بتروح حنان لسهم الممرضة ومعها نورة وبتدقى سهم منهم عشان مش عايزة حد يلاحظ اللي بينهم فبتقولها حنان انها اتصلت بها كتير وما كانتش بترد عليها وساعتها سهم بتعرفه منها لما تلاقي معات فاضي مع الدكتور هتكلمهم وفي نفس الوقت ده بيكون حسام خارج من المستشفى وبيشوف اللي حصل بين سهم والبنات ولما بيمشوا بينده على سهم عشان يعرف منها اللي بينها وبين البنات دول وليه بتاخد منهم فلوس فبتتوتر سهم ساعتها لكنها بتجدب عليه وتقولوا ان البنات دول شغالين في الكوافير اللي ورا المستشفى وكانت طالبة منهم قلبتين سابغة لكنهم جابوا واحدة بس فارجعوا لها فلوسها وبيوصل وقتها الدكتور خالد وبيدي شنطته لسهم عشان تدخلها له مكتبه وبيوقف حسام عشان يتكلم معاه وبيبانع اليوم هما الاثنين انهم ما بيحبوش بعض وبيقول حسام لخالد انه يقول لي سهم تبطل هي بتعمله عشان لو مسكها متلبسة مش هيرحمها فبيرد عليه خالد وبيقولوا ان هو بنفسه لو شاف سهم بتغلط هيقطع رجليها من وزارة الصحة كلها وبيطلب من حسام يزوره في عيادته ويفكر انه يشتغل معاه فبيقول له حسام انه مستحيل يشتغل مع واحد زيه في يوم من الايام وبيسيبه وبيمشي وبيروح بعدها لعيادة ليلة مراته عشان ياخدها في طريقه ويرواحه سوا وبيكون حسام حاجز في مطعم شيك عشان يتعشوا فيه هو وليلة بالليل لكن ليلة بتطلب منه يأجل العاشة النهاردة لان نريمان مرة اخوها زياد عايزها تروح لها الجالري بتاعها بالليل لان معاد الفتاح قرب ومحتاج رأيها فبيوافق حسام لكنه بيكون متدايق وده بسبب انه مش على وفاق مع زياد وبالليل بتيجي البلدية وبتاخد الفرشة اللي عملها شاكر وبيبيع فيها لبس فبتفرح نان فيه اما نورة بتكون متدايقة عشان ووقتها بيوصل حسام وليلة للجالري وهناك لما بيعزم زياد على ليلة بالاكل بتقرف بسبب الحمل وبتروح للحمام عشان ترجع فبيتكلم زياد مع حسام وبيسأله اذا كان فيه جديد في موضوع الصفارة خصوصا ان المواضيع دي لما بتطول بتعمل مشاكل اكتر وبيلمح زياد له حسام ان ملفه في امريكا وحش وطلقته جيسي عشان يعرف وساعتها بيطلب منه حسام ما يدخلش في حاجة ما تخصوش وبيستنى حسام ليلة تخرج من الحمام عشان يمشو وبتحس ليلة وقتها ان حصل حاجة ولما بيرجع حسام للبيت بيفتكر ذكرياته مع ابنه وما بيلعبه وما بسوطين سوا وبيفتكر جيسي وكرها ليه المفاجئ وانها كتت عايزة ترجع لامريكا بأي شكل وعايزة تطلق منه وكمان قررت تاخد ابنه معها وتحرمه منه وبيفوق حسام من ذكرياته على صوت ليلة وهي بتندع عليها عشان ياخد منها التليفون لان زياد عايز يكلمه لكن حسام بيرفض يرد عليه فبتتكلم ليلة مع زياد وبتقوله ان حسام طلع نايم وهي ما كانتش تعرف ولما بتقف الليلة المكالمة بتقوله حسام بعصبية ان اكيد زياد فهم انها بتحور عليه وكان لازم يحترم انه كلمه مخصوص عشان يعتذر له فبيعرف ان زياد دايما قصد يدايقه لكن الكل بيشوفه ملاك بريء فبتتعصب ليلة منه ومن عصبيته والصوت العالي وبتسيبه وبتدخل قضيتها وبعدها بيكون حسام قادل وحده فبيقرر يدخل على حساب الانستجرام بتاع جهان وبيعود يتفرج على صورها وبيقرر يبعت لها رسالة على الواتساب وبيتكلمه مع بعض من خلال الرسالة الصوتية وبيتفقوا انهم يتقابلوا سوا بما انهم صهرانين وزهقانين فبيلبس حسام وبيجهز وبيروح يقول ليلة انه راح للمستشفى عشان طلبوه في الطوارئ وبينزل وبيروح لنريمان البيت وبيعودوا سوا بيتكلموا مع بعض عن ذكرياتهم زمان وفي نفس اللحظة دي بتصحى ليلة من انهم بقلم شديد في بطنها وبتحاول تتصل بحسام لكن موبايله بيكون على الوضع الصامت ومش بيسمعه فبتتصل ليلة بزياده وبتقوله انها بتنزف وتعبنة جدا فبيطمنها انه مع نريمان في الطريق لكن المسافة بينها طويلة ووقتها بيكون حسام سرحان مع جيهان ومركز معها جدا ومبسوط هو معيها وساعتها بتسأله ليه تجاوز ليلة فبيقولها انه بيحبها جدا ده غير انها تحدت اهلها عشان تتجاوزه فبتسأله جيهان امان ليه قاعد معه دلوقتي فبيعرف انه كان عنده في دول يعرف يا باقيت ايه دلوقتي مش اكتر فبتمسك ليلة اديه وبتطلب منه يكون جنبها من غير ما دايه يأثر على حياته وفجأة الكهرباء بتقطع عليهم فبيجيب حسام موبايله عشان يشغل الكشاف بتاع الموبايل ووقتها بيشوف رسالة ليلة فبيمشي بسرعة عشان يروح لها وبيتصل بيها وفي الطريق عشان يطمنها انه جاي لها والاسعاف كمان في الطريق ليها لكن فجأة العربية بتقف من حسام عشان ما فاش بنزين فبينزل حسام وبياخد تاكس لحد البيت وبيوصل لليلة وبياخدها وبيركبوا عربيتها وبيطمن زيادنه مع ليلة وفجأة بيجي عربية ماشية بسرعة وبتخبطهم وبينهر حسام في اللحظة دي لما بيشوف ليلة مغم عليها ومش بتتحرك ونزفها بيزيد اكتر وفي المستشفى بيكون حسام وزياد ونريمان وقفينه قدام غرفة العمليات ومستنين الدكتور يطلع ويطمنهم على ليلة لكنه لما بيطلع بياخد حسام على جنب عشان يتكلم معا لوحده وبيعرفوا انه مقدرش يلحق الجنين وللأسف ليلة حالتها حرجة وغير مستقرة ومضطرين يستأصلوا الرحم عشان ينقذوها ومحتاجين منه الموافقة عشان يبدأوا في أسرع وقت فبيتصلم حسام ساعتها ولما بيعرف زياد اللي حصل لاخته بيانهار وبيتتم حسام منه السبب لانه كلم المستشفى وسأل عنه وعرف انه ما كانش موجود ده غير ريحته لكلها خمرة وبعدها بيتصل حسام بجهانه وبيطلب منها تبعد عنه لانه مش عايز يشوفه الشاهداني وشوية وبيخرج الدكتور وبيطمن حسام وآهل ليلة وبيقولهم ان حالة ليلة بقت مستقرة وهتفضل في العناية المركزة لمدة يومين فبيدخل لها حسام بسرعة قبل بابها وبيعود يتكلم معها وبيانهار وبيطلب منها تسامحه وتاني يوم الصبح بيلاه حسام مامتو جات المستشفى اول ما ارفت اللي حصل وبتنصح حسام انهم يبلغوا ليلة باللحصل اول ما تفوق عشان تقدر تتخطى صدمتها بسرعة وفي اللحظة دي بتبلغوا موظفة الاستقبال انه في شخص تحت عايز يقابله فلما بينزل بيتفاجئ ان الشخص ده جهان وبيعرف انه قلها كل حاجة في التليفون فبتقوله انه ما ينفعش يكونه زميل وفي مستشفى واحدة وما يتكلموش مع بعض وهي مقدرة اللي هو فيه فبيرد عليه حسام وبيقولها انه ما حدش حاسس بالله فيه ووقتها بيجي زياد وبيشوف نريمان وحسام مع بعض وبيقطع كلامهم وفي نفس الوقت ده في الحارة بيكون شاكر رجع فرشته وبيبيع وبيكون معها بنت اسمها سعاد وبيتعمد هو وسعاد انهم يدايقوا نورا ويغزوها فبتحاول حنان تهدي نورا وبتطلب منها تطنشهم وفجأة بتروح لهم سعاد وبتطلب منهم يقصولها شعرها فبتوافق حنان وبعدها بتصدم سعاد من اللي حنان عملته في شعرها وبتصرخ وبتنده على مدام ميرفة صاحبة الكوافير وبتقولها ان حنان ونورا بوزولها شعرها فبتطلب منها ميرفة تهدى وهي هتزبط لها شعرها ومش تاخد منها اي فلوس وبتخرج حنان ونورا برا الكوافير وبعدها بيكون شاكر في الشارع مستني نورا وحنان عشان يرمي مية على حنان ويخوفها وبيقولها ان المراض يرمى عليها مية لكن المرة الجاية هتكون مية نار لو ما بيعدتش عنه وبطلب تقف قصاده لكن حنان بترد عليه بكل شجاعه وبتعرفه انها تفضل تقفله طول ما هو جاي على نورا وبيئذيها وفي المستشفى بتصحى ليلة مفزوعة بسبب كابوس شافته وبيحاول حسام وقتها انه يهديها ويطمنها وبعدها بيروح حسام للحضانة اللي فيها الاطفال اللي لسه موجودين وبيبص عليهم بحزن جديد ولما بيعد يدور عن نتة عن تأجير الارحام وبيقرأ مواضيع كتير عنه بيعرف انه غير مقبول دينيا ولا قانونيا وبيلاقي جروب على الفيسبوك لتأجير الارحام فبيتواصل معهم وبيسيب لهم رقمه وبعد شوية بيتصل للمسؤولة عن الجروب وبيعرفوا انه حاليا غير متوفر اي ارحام للاجار ولو عايز يسيب طلب مستعجل هيدفع فلوس زيادة وبالليل بتنبه حنان على نورة انها تاخد الحباء اللي قالت لهم عليها سعاد في معادها وبنعرف انه سعاد زبطت لهم معاد لعملية الاجاد بكرة وبعد كام يوم بيرجع حسام لشغله في المستشفى والكل بيرحب به وبيحاوله يوسوه ولما بتحاول جهان تكون لطيفة مع حسام بيوقف عند حدها وبيطلب منها تتعامل معها بحدود وبيعرفها انه نقل نبطشيته بالليل عشان ما يشوفهاش وبعدها بيجي الاحسام تليفون من مسئول جروب تأجير الارحام وبيعرفوا انه لقاله ست عندها 28 سنة وعندها طفل مستعدة انها تأجر الرحم بتاعها فبيطلب منه حسام انهم يتقابلوا عشان يشوف الست بنفسه ولما بيقابل الشخص اللي كلمه بيكتشف انه حرامي وعمله كمين هو والبلطة جابته عشان يسرقوه وبيضربوه بعنف جديد وبياخدو كل اللي معاه وبالليل بيوصل حنان ونورة للمكان اللي فيها عيدة الدكتور خالد وبتكون سهام وقفة مستانيةهم وبتتأكد منهم الاول انهم جابوا الفلوس كاملة وبتكون سهام مستانية منهم اي فلوس تانية ليها فبتتصدم حنان لان مش باقي معهم اي فلوس تانية وفي اللحظة دي بيوصل الدكتور خالد وبيطلب من سهام تدخلوا المريضة وبتكون نورة خايفة ومرعوبة وحنان بتحاول تطمنها بالرغم من قلقها عليها وبعد فترة من الوقت بتخرج سهام العمليات ويخايفة ومتوترة فبتفهم حنان ان في حاجة حصلت لنورة وبتدخل على العمليات وبتتخانق مع خالد وبتهددهم انها هتفضحهم وهتبلغ عنهم لو حصل لنورة حاجة فبتطلع سهام برة وبتحاول تطمنها وبيتصل ساعتها خالد عالدكتور مراد زميله في المستشفى وبيطلب منه يساعده وبيحكي له اللي حصل وفي الوقت ده بيلحقها للمنطقة حسامه بيساعدوه وبيديله موبايله وبيعرفوه ان ده بس اللي قدروا يرجعهم الحرامية فبيشكرهم وبيمشي وبيرجع لبيته وشوية وبتتصل بمامته عشان تطمن عليه فبيقفل مع المكالمة عشان الدكتور مراد بيتصل به وبيسأله ليه ما جاشه للمستشفى لحد دلوقتي فبيعرفوا انه هاجم عليه بلطاجية ومش ليه قدر يجي لكن مراد بيطلب منه يجي للمستشفى ضروري عشان في حالة حرجة هتدخل لعمليات دلوقتي وبعدها بيوصل حسام للمستشفى وبيشوف حنان وهي قاعدة بتقرأ قرآن ولما بيدخل للعمليات بيفهم ان خالد متورد في حاجة وبيدريها فبيسأل الدكتور مراد عن الحالة واللي حصلها فبيعرفوا ان المريضة حصلها سقب في جدار الرحم أثناء ما كان الدكتور خالد بيعملها عملية الإجاد فبيتصدم حسام ساعتها وبيكون مش مصدق ان الدكتور مراد بيساعد خالد وبيدري عليه فبيقوله مراد ان دلوقتي الأهم هو انقاذ البنت اللي بتموت وبعد كده هيشوفه ويكتبه ايه في السجلات المستشفى ولازم ينسى هي جاية من ايه لان دي حلقة انسانية فبيرد عليه حسام بعصبية وبيقوله انه فعلا ملزم ينقص حياتها لكنه مش ملزم يتسطر على مجرم زي خالد اللي بيعمل عمليات تحت بير السلم وبعدها بيتكلم خالد مع مراد على جنب وبيترجمها يأزهوش فبيعرفوا انه مش حابب يأزي حد ولازم يقعد مع حسام ويتكلم معاه وفعلا بيقعد خالد مع حسام وبيعرفوا انه مش بيعمل كده بس عشان الفلوس لكنه بيساعد البنات دي حتى لو غلطه فهو بيرحمهم من انهم يعيشوا بوسط متعار طول عمرهم وبيرحم طفل يتولد ويبقى اسمه ابن حرام لكن حسام بيعرفوا انه مش مقتنع بكلامه ولا متأثر به وفي نفس الوقت ده بتكون ليلة في الحمام وبتيجي الممردة تتكلم مع امامة حسام عن تعليمات العملية فبتسمع ليلة كل حاجة وبتعرف انه تم استقصال الرحم بتاعه فبتتصلم صدمة كبيرة وبتطلع من الحمام وبتقولهم انها عايزة تفهم كل حاجة دلوقتي ووقتها بتكون نورة فائت وحنان جنبها وبتتصل ميرفت بحنان عشان تعرف هم فين ومجوش الشغل ليه فبتتوتر حنانه وبتتحجج بقي حجل انها خايفة ان ميرفت تعرف اللي حصل وتطردهم من الشغل والبيت ولما بيروحوا سام ليلة بيلاقيها بتعيطوا منهارة وبتقولوا انها حاسة ان ربنا مش بيحبها لان حياتها انتهت وتدمرت خلاص فبيحاول الحسام انه يوسيها ويهديها لكن ليلة بتكون مكتئبة وحزينة وبعدها بيتكلم حسام مع نبيل ابو ليلة وبيكون عايز يطمن منه على حالة ليلة لانه طبيب نفسي وكمان فبيقول نبيل ان ليلة بتعاني من اضطراب صدمة حاد وهيكلم الدكتور المسؤول عن حالتها عشان يديها جرعة مهد وبيعرف حسام انه قال انا عليها جدا لان ممكن الحالة تدهر كتر من كده وبعدها بيقعد حسام مع شيخ من شيخ الازهر عشان يسألوا عن رأي الدين في تأجير الارحام فبيعرفون ده حرم شرعا لان فيه شبهة اختلاط الانساب ده غير النزاعات اللي هتحصل بين الام الحقيقية والام اللي شالت الطفل على ابن مين فيهم ولو محتاج طفل تاني يبقى لازم يكون بعقد نكاح مش بعقد ايجار وبيحاول الشيخ يخليه يرضى باللي ربنا كتبه له وقضاء الله وقدره وبعدها بتقول جهان له حسام من زيادة خمراته جالها العيادة وكان عايز يتعرف عليها ويتكلم معيها فبيتصدم حسام ساعتها وبيطلب من جهان ما تحكلوش اي حاجة عنهم زمان فبتدق منه جهان وبتتعصب عليه بسبب معاملته ليها وفي الوقت ده بيكون فيه شخص اسمه فرج مأجر واحد عشان يدور له على حنان ويوصله ليها لانها من ساعة ما ثبته وهي مختفى وملاش اثر وفي المستشفى بتطلب ليلى من الدكتور بتاعه انها توقف تجميد البوايدات اللي كانت عاملها قبل كده وبعدها بيروح حسام لخالد وبيقوله انه محتاج منه مساعدة فبيفهم خالد انه حسام عايز يأجر رحم وبيضحك عليه وبيسخر منه وبيسأله راحت فين مبادئه دلوقتي فبيقوله حسام انه مضطر ومش متخيل انه مش هيكون قب وما بقاش عنده اي حاجة تانية يخسرها هو وليلة وبيعرفوا ان ليلة لسه عندها اربع بوايدات مجمدين في مركز الدكتور علي لكن خالد بيفكره ان ده حرام في الدين وجريمة يعقب عليها القانون فبيرد عليه حسام بحزم جديد وبيقوله ان عمليات الايجادة اللي بيعملها هو كمان حرام في الدين وجريمة برضو يعقب عليها القانون فبيتوتر خالد ساعتها وبعدها بتكون حنان قاعدة مع نورة في المستشفى ولما بتمسك موبايلها بتكتشف انها بتتكلم مع شاكر فبتتخانق معها عشان لسه على تواصل معاه وبتتصل به وبتهزقه وبتحذره يقرب من نورة تاني او حتى يكلمها وبتفضل تزعق لنورة لان كل اللي هي فيه دلوقتي سبب وشاكر وبتعرفها انها لازم تبدأ عنه تماما وتشوف مصلحتها فبتنهر نورة وبتعيط وبتطلب من حنان تبطل تلومها عشان مستحملة لهم معتاب تاني فبتتدق حنان عشان هقوق وبتصعب عليها وبعدها بتخرج نورة من المستشفى وبترجع هي وحنان سوا للحارة لكنهم بيلحظوا ان اهل الحارة كلهم بيبصوا عليهم باستحقار وفجأة بيلو مكتوب على باب الكوافير كلام عن حنان انها فتاة ليل وبتتأجر بالساعة وبيبقى حنان ونورة مصدومين من اللي مكتوب وبيحاولوا يمسحوا بأي طريقة وبيجي تيربو ميكانيك المنطقة وبيرمي كلام لحنان انها مش نظيفة فبترمي في وشه المياه اللي بتمسح بيها الكلام وبتتخاني معاه والشرع بيتلم فبتيجي ميرفت عصته وبتتخاني مع تيربو وبتعرفه انها عارفة ومتأكدة ان حنان اشرف بنت في الشرع كله واللي عمل فيها كده اكيد قصد يدايقها والكلام مفيش تسهل منه وهي ممكن تكتب على الحيطة انه حرامي وبيسرق الناس وتتبلع على اي حد بأي حاجة وبعدها بتقعد ميرفت مع حنان ونورة وبتكون عايزة تفهم منهم اللي بيحصل معهم بالزبط وبتهددهم انها تطردهم البيت والكوافير فبتتكلم نورة وقتها وبتحكي لها كل اللي حصل وبتعرفها انها لو عايزة تطردها يبقى هي لتستهل الطرد لان حنان غلبانة وما تستهلش تتئذب سببها فبتتأثر ميرفت ساعتها من اللي حصل لنورة وبتقرر انها تحميهم وتهون عليها وفي نفس اللحظة دي بيجي تلفل حنان من فوز المحام بتاعها وبيطمنها ان قضية الخلع بتاعتها اللي رفعها على فرق كذبتها خلاص وبقت حرة دلوقتي فبتفرح حنان جدا بالخبر وفي الوقت ده بيعرف حسام الدكتور بتاع ليلى انها طلبت تفك تجميد البوايدات وبيتصدم ساعتها جدا وبيروح بعدها لخالد عشان يشوفها يتصرف ازاي وهيعمل ايه وبيطلب منه يساعده في نقل البوايدات من غير ما حد يعرف فبيتصدم خالد وبيعرفه ان لازم ليلة تعرف وتوافق على حاجة زي دي وساعتها حسام بيعرفه انه اكيد هيقول ليلة ولكن في الوقت المناسب لانه مش عايز اديها امل ويروح تاني فتتصدم صدمة اكبر وبيكون خالد مستغرب لحسام مش عايز يتجوز تاني ويخلف من غير حرمانية وخف من القانون فبيعرفه انه بيحب ليلة ومش يقدر يتجوز عليها ويجرحها ده غير انه عايز الطفل منها هي وليها هي قبله وحاسس بالذنب انه السبب في اللي حصل لانه ما كانش معها وقت ما تعبت وفي اللحظة دي بتدخل عليهم سهام عشان تقول للدكتور خالد انها خلاصة شغالها وتروح فبيجي في دماغ حسام فكرة وهي انه سهام تجيب لهم ست عندها استعداد تأجر الرحم بتاعها وبعدها بيقابل حسام الممرض سامي اللي شغال في مركز الدكتور علي وبيستغل احتياجه للفلوس عشان قصرته وبيارد عليه يدي له مبلغ مال كبير مقابل انه يدي له البوايضات بتاعت ليلة فبيتصدم سامي ساعتها لكنه في النهاية بيوافق وبعدها بيضبط سامي وحسام الخطة وبيكون سامي حاطة البوايضات في كيس الزبال عشان حسام ياخدهم وبينبه على حسام انه قدامه ساعة ونص بس قبل ما البوايضات تبوز وانه لازم ياخد باله عشان محفوظها في نيتروجين ولو يقع منه العلبة اللي محفوظ فيها البوايضات هتنفجر لكن الطريق بيكون زحم على حظه حسام ومليان خناقاته حوادث وبيعاني عشان يقدر يوصل قبل ما الوقت يخلص وبيوصل للمركز اللي فيه خالد في اخر دقايق وبيدي خالد البوايضات عشان يحفظهم وفي الوقت ده بتتخانق ميرفت مع شاكر وبتحذره يقرب من حنانه ونورة لانها مشتسكتله وبعدها بتروح سام للكوافير وبتسأل ميرفت اذا كانت تعرف بنت كويسة هتعمل عمل انساني لدكتور عندها في المستشفى وهتاخد اصد الخدمة دي مقابل مادي حلو وفي الوقت ده بيقدر فرج يعرف مكان حنان مش شخص لمأجره يدور له عليها وبيكون زياد ونريمان مع ليلة في المستشفى وبيحكي الزياد لليلة ان السواء اخد منهم فلوس كتير عشان عربيته بزت في الحادثة فبتقوله ليلة ان ما كانش المفروض ياخد اي حاجة قال انه السبب في اللي حصل لها فبيقرر زياد يقولها ان الحادثة حصلت بسبب حسيم لانه كان سكران ومش في حالته الطبيعية ده غير انه كلم المستشفى عشان يستنجد به قالوله انه مش في المستشفى وده معنى انه كذب عليها وكان في مكان تاني فبتتصدم ليلة ساعتها وفي الوقت ده بيكون حسيم عند جهان في البيت وواحد مع وارد ليه عشان يصالحها وبيتكلموا سواء عن ماضيهم وعن حبهم لبعض وبيقول حسيم لجهان انه لسه بيحبها فبتقرر جهان تعترف له يا كمان انها لسه بتحبه فبيعرفها حسيم انه لو هيكون معاها مش هيقدر يخسر ليلة برضو لكنه محتاج لوجودها ومحتاج لطفل عشان يعوض ليلة عن اللي حصل لها لانه حاسس بالزنب وانه السبب فبتستغرب جهان وقتها من اللي بيقوله وبتطلب منه يوضح لها قصده فبيقول لها ان بوعيضات ليلة معايا ومحتاج لرحم يأجره ومش هيلاقي انسب منها لده فبتتصدم ساعتها صدمة كبيرة وبتفهم السبب الورد والكلام الحلو اللي جاي يقوله لها وبتتهمه انه اناني ومش بيحب حد فبينهار حسام وبيقولها انه عايز يعوض ابنه اللي راح منه زمان وتحرك منه ويعوض ابنه اللي راح منه تاني قبل ما يجي للدنيا فبتسأله جهان ليه ما طلبش يتجوزها ويكون ليه منها طفل شرعي وساعته حسام بيعرفها ان ده هيجرح ليلة وهي مش حمل صدمة جديدة وفجأة بتتصل بي ليلة مكلمة فيديو فبيقفل عليها وبيتصل بيها ولما بترد بتستغرب انه مش عايز يكلمها كاميرا فبيجذب عليها وبيقولها انه في المستشفى ومش فاضي لكن ليلة بتكون مصرا يفتح الكاميرا ويكلمها منها وفي اللحظة دي بتدخل على ليلة ممت حسام وبتسلم على ناريمان وزياد فبيسمع ساعتها حسام كل حاجة وبيقول لليلة انه فيهم دلوقتي اصرارها على موضوع الكاميرا سببه مين وبيقفل مع المكلمة وبعدها بيروح حسام لليلة وبيتكلم معها بخصوص شكها فيه فبتسأله كان فيني اليوم اللي تابت فيه فبيجذب عليها وبيقول عنه كان رايح للمستشفى لانهم طلبوا زي ما قالها ولكن في الطريق كلموا تاني وعرفيني فيه دكتور جي خلاص وساعتها قرر يروح هنا عشان كان متدايق ومشربش غير كاس واحد بس وبيقى حلف لانه ما كانش سكران وندمين ندم شديد على حصل وحسس بالزنب فبتنهار ليلة وقتها وبتقولوا انها بقت ست ملهاش لازمة لكن حسام بيرد عليها وبيقولها انها اهم واجمل ست في العالم وعمره ما شاف ولا هيلاقي واحدة زيها وبيعرفها ان فضلها عليه كبير وهي اللي علجته من اكتئابه ورجعت له الفرحة والحياة من تاني فبتعرفوا ليلة انها مش سهل تسامحوا وبتطلب منه يسيبها الوحدة شوية وتاني يوم الصبح بتتصدم حنان لما بتلاقي فرج في وشها وبيكون عايز يرجع لها عشان ابنهم فبتعرفوا انها سقطت الجنين عشان مش عايزها منه عيال فبينهار فرج وبيتجنن من الخبر وبيمسك حنان وبيكون عايز اضربها فبتسرخ وبتستنجد بالناس وساعتها الكل بيجي وبيوقف شاكر قدام فرج وبيتخانق معاه وبتعرفوا حنان انها خلعته خلاص وخلصت منه من اهانته وضربوا ليها وبتحذروا انه لو مامشيش دلوقتي هتسجنه فبيمشي فرج ولكن بيهدد حنان انه مش هيسبها في حالها وفي الوقت ده بيكون حسام قاعد مع سام وجايباله ست مستعدة تأجر الرحم بتاعها لانها محتاجة للفلوس عشان ابنها مريض ومش بيسمع ومحتاج يزرع قوقعها قبل ما يتم خمس سنين وبيروح حسام بعدها لخالد عشان يبلغوا انه خلاص لقى ست تأجر الرحم بتاعها فبيقول له خالد ان اهم حاجة التحاليل تطلع مظبوطة وبالليل بيروح فرج يتكلم مع شاكر وبيعرف منه ان حنان مش لازمة في حاجة وكل اللي يخص نورة وبس فبيتفق مع انه يستعد وينتقم من حنان وهو مش يقرب لنورة او يطلب منها تبعد عن حنان وتكون في الامان فبيوافق شاكر ساعتها وفي الوقت ده بتكون حنان خايفة ومرعوبة وبتقول له نورة انها متأكدة ان فرج هيقتلها لانه شيطان ومش يعدي موضوع الخلق بالسهل فبتحاول نورة تطمنها وتاني يوم الصبح بتخاف حنان انها تروح للكوافير وبتستأذن من مدام ميرفت انها تقعد في البيت النهاردة فبتوافق ولكن بتعرفها انها لازم تنزل ومتخافش من اي حد وبعدها بتتصل حنان بسهام ويبتقول لها انها موافقة على موضوع الدكتور والخدمة الانسناية بتاعته فبتعرفها انهم خلاص لقوا حد ووقتها بتكون ناريمان في الجاليري مع بنتها وفجأة بيدخل عليها يوسف حبيبها القديم فبتدق من وجوده وبنفهم وقتاني كان في علاقة بن يوسف وناريمان زمان وهما في الجامعة وفي المستشفى بيكتشف خالد ان تحاليل الست مش مصبوطة وعندها ورم ليفي ومش ينفع يستخدمه الرحم بتاعها فبيتصدم حسام جدا لكن الست بتتصدم اكتر منه وبتنهار لانها كان عندها امل تعمل العملية لابنها مقابل الفلوس اللي هتاخدها وعشمته وقالت له انه هيسمعها وبتقولهم انها مستعدة باكل ييتها لو ينفع وتاخد فلوس لكن حسام بيطمنها انها تعمل العملية لابنها وكمان الدكتور خالد هيستقصط الله الورم اللي عندها فبتسأله وكل ده هيكون مقابلي فبيعرفها حسام انه مش عايز منها حاجة غير انها تدعيله وبالليل بتقابل نورة شاكر بعد ما اتصل بها وطلب يشوفها وبيكون عايز يعرف منها حنان مختفية فين النهاردة فبتقوله انها قاعدة في البيت وخايفة تنزل بسبب فرج ووقتها شاكر بيقولها انه هيروح يجيب لها اكل عشان ياكله سوا وبيتصل بفرج وبيعرفوا ان حنان دلوقتي في البيت لوحدها وبيديله عنوان البيت وبيتفق فرج مع شاكر انه لو جاب له رقم حنان هيديله 2000 جنيه وبعدها بيروح حسام مع خالد الكبري وبيكونوا رايحين يقابلوا رهام الممردة اللي كانت شغالة عند خالد زمانه عشان يقنوها اتأجر الرحم بتاعها وبيبانع له حسام انها مش عجباه عشان ما كانش يعرف انها شغالة في كبري وفتاة ليل وبعدها بيتخانق حسام مع خالد وبيقوله انه مستحيل يستقمن واحدة زي رهام على طفله وبيفتكر ساعتها حنان اللي سام قالت له عليها وبيتصل بسام عشان يطلب منها اتكلم حنان تاني وبعدها بيروح فرج لبيت حنان بعد ما خد العنوان من شاكر لكن ساعتها بيلاقي ميرفة راجع من برا فبيستخبى لحد ما بتدخل شاقتها وبيوقف قدام باب شاقت حنان وبيصور نفسه فيديو وبيهددها وبيعرفها انه يعرف بيتها خلاص وفي الوقت ده بتكون حنان قاعدة مع حسام بعد ما سام كلمتها وقالت لها ان الست تحاليلها ما تنفعش ولما بيشرح له حسام اللي هيحصل بالزبط بتكون حنان لسه مش فاهمة فبيوضح لها الموضوع بشكل ابسط وبيقولها ان الجنين هيكون منه ومن مراته والبوايدة بتاعت مراته هتتزرع في الراحم بتاعها ومقابل ده هتاخد تلتمية الف جنيه وهيتكفي البيئة التسعة شهور كلها لكن حنان بتتصدم وبتقوله نعم ما كانتش فاهمة الموضوع كده خالص وبترفض انها تعمل كده وبتقوله نده حرام ويعتبر زينة وهي مش عايزة من الدنيا غير الستره بس فبيفاهمها حسام ان محدش هيلمسها وانها فهم الموضوع غلط خالص لكنها بتسيبه وبتمشي وهي في الطريق بتلاقي فرج بيكلمها وبيعرفها نمرائبها وعرف بيتها ورقمها فبتفتح الواتساب وبتشوف الفيديو لصوره لها فبتقرر حنان ساعتها ترجع تاني لحسام وبتطلب منه يحلف ان الموضوع مفوز زينة فبيحلف لها ان الموضوع كله طبي وعمليات وما فيش حد يلمسها فبتطمن وبتوافق وبعدها بتتصل حنان بنورة وبتقول لها انها تصرفت في مكان تاني تقعد فيه ومش هترجع للبيت تاني ولا للكوافير وبتطلب منها تبلغ مدام ميرفد بدا لان فرج عارف خلاص مكان البيت اللي عادين فيه وصور نفسه من قدام باب الشقة وهو بيهددها وتاني يوم بيروح حسام للمستشفى عشان يزور ليلة فبيكتشف انها خارجة من المستشفى مع زيادة اخوها ومراته وبيلاحظ ان ليلة واخدى منه موقف ومش عايزة يلمسها ولما بيوصلوا للعربية بيكتشف ان ليلة قررت تروح تقعد مع بابوها فبيتضايق حسام من تصرفها وبيتخانق مع زيادة عشان بيدخل ما بينهم فبتعرفوا ليلة انها محتاجة تبعد عنه شوية وتاخد وقتها بعد اللي حصل وبتوصل ساعتها مامة حسام وبتفهم ان في مشكلة بينه وبين ليلة ووقتها بتتخانق نورها مع شاكر عشان فهمت لعبته وبتحذره يقرب لحنان او يقذيها لان ساعتها هتدس على قلبها ومش هتسكت له ووقتها بتكون حنان مع حسام وبيسألها اذا كانت مرتاحة في الفندق اللي قاعدة فيه وبيوعدها انه هيجيب لها شقة تقعد فيها عشان تكون براحتها لكن حنان بتكون قلقانا لانها قارت على الفيسبوك ان تأجير الارحم حرام فبيقول لها ان مدام فيه منفع الام واب نفسهم في طفل فده اكيد مش حرام وفي نفس الوقت ده بيكون زياد قاعد مع ليلة وبيحكي لها عن جيهان اللي جات تطمن عليها وقت الحادثة وانها طلعت زميلة زياد في المستشفى فبتتصدم ليلة ساعتها وبتكون مستغربة لان جيهان في كندا وبتجيب صورتها على موبايلها وبتوريها لزياد فبيأكد لها ان هي دي اللي شافها ووقتها بيكون حسام مع حنان في المركز الطبي وبتحط بياناتها لكن حسام بيخليها تكتب اسم ليلة بدل اسمها عشان كل الاوراق تثبت ان الطفل ابن ليلة وبعدها بيروح حسام لخالد وبيعرفون اللي جاي اصعب لان الاوراق الرسمية هيحتاج فيها لبطاقة ليلة فبيفكر حسام ساعتها انه يدور على مزور وبيقابل بعدها سهام وحنان عشان يتطمن ان التحاليل وكل حاجة سليمة ومزبوطة وبيدي الحنان فلوس تكون معها قبل ما تمشي وساعتها بيطلب حسام من سهام انها تحاول تلاقي له حد يعمل بطاقة لحنان بس باسم ليلة وبيديها فلوس عشان توافق تعمل كده وفي نفس الوقت ده بتشوف جيانة اللي بيحصل وبتفهم انه حسام لا خلاص اللي هو عايزه فبتتكلم معه ويمتدايقة وبتقوله ان البنت بتعرض حتى للخطر ويمش عارفة وكل ده بسبب انانيته ووقتها بيروح فرج لشاكر في الحر عشان يتخانق معاه وبيطلب منه ويرجع له لالفين جنيه لانه مش عارف يوصل لحنان عشان تاخد حاجتها بمن ان فرجت حبس وبتطمنهم عليها انها كويسة ولاية شغلة تاني لكن ميرفت بتكون قلانة عليها ومش مطمنة لأي حاجة بتقولها فبتشكرها حنان على كل حاجة عملتها عشانها ووقتها ميرفت بتعايت وبتقولها انها بانتهى لمخالفتهاش وبتطلب منها توعدها انها تكون كويسة وتحمي نفسها وبعدها بتركب حنان التوك توك مع واحد من المنطقة اسمه عرفة وبتشوفها السوقات في الوقت ده وبتروح سعاد بعدها للإسم فبتلاقي شاكر وفرجت صالحه وبتقرر انها تقول لفرج انها عرفت عنوان حنان لانها شافتها رجبة توك توك مع عرفة لكن قبل ما ياخد فرج العنوان بيعرفوا شاكر انهم لازم يتفقوا الاول وبعدها بيروح فرج للفندو اللي قاعدة فيه حنان بعد ما اخد العنوان من شاكر واول ما حنان بتشوفه بتجري عشان تهرب فبيجري فرج وراها لكن حنان بتنجح نها تهرب منه وفي الوقت ده بيكون حسام قاعد مع رهام وبيطلب منها تجيب له مزور فبتاخده الواحد تعرف اسم موريش عشان يساعده وبيطلب من حسام كل الاوراق والصور عشان يعمل له هو عايزه والشارطة قبل ما يبدأ ياخد جزء من فلوسه فبيدي له حسام ساعتها كل الفلوس اللي معي وشوية وبتتصل حنان على حسام وبتطلب منه يساعدها ويلحقها لانها في الشارع ومش عارفة تروح فين فبيطلب منها وحسام تفضل مكانها وبتبعط له هيفين بالزبط ولما بيروح لها بيتصدم انها هربنة من طلقها عشان عايز يقتلها فبتقول له حنان انها ما حكتش عشان ما حدش يسأل عن حياتها الشخصية لكن حسام بيعرفها انها لازم تحكي له كل حاجة حتى لو حاجة ما تستهلش وبيقرر ياخدها معاه ورحل مامته وبيتكلم مع مامته على جنبه وبيقولها عن موضوع تأجير الارحم فبتتصدم مامته صدمة كبيرة وبتتخاني معاه وبتقوله ان ده اسمه كفر ولازم يرضى باللي ربنا اسمه له وبتطلع لحنان وبتعرفها ان اللي توافق على ده تبقى ستة مش محترمة فبترد عليها حنان وبتعرفها انها لو ما كانتش محترمة كانت من زمان مشيت في سكة بنات الليل وبقى معها فلوس كتيرة ومش تتحوج لحد وبتصمم وقتها انها تمشي لكن حسان بيحاول يهديها وبيديها مفتاحة العربية بتاعته عشان تقعد فيها وتستنياه وبعدها بيتخانق مع مامته بسبب اللي عملته وبيعرفها انه عايش عمره كله بيعمل اللي هي عايزة وشايفها صح من وجهة نظرها وبس والمرة دي هو اللي يختار طريقه ووقتها بتروح ليلة لجهان البيت وبتتفاجئ جهان انها جاية تزورها ولما بتقعد ليلة مع جهان بتتخانق معها لانه جوزها كان معها ليلة تعبها ورجع ساكران من عندها وبتحملها مسؤولية اللي حصل لها واللي حصل طفلها وبتسألها عن سبب رجوعها مصر بعد السنين دي فبتحاول جهان تفاهمها ان ما فيش بينها وبين حسام اي حاجة لانه بيحبها ومستعد يعمل اي حاجة عشان يحافظ عليها وانها مش الست اللي ممكن تخطف واحد من مراته وتدمر حياة حد ومع ذلك مش بتنكر ان لسه جواها مشاعر له حسام وبتعتذر ليلة ان رجوع عمل مشاكل بينها وبين حسام لكن ليلة بتعرف انها مبسوطة برجوعها لان رجوعها بين حسام على حقيقته وخلاص ما بقتش عايزه حسام تاني في حياتها وبعدها بتتصل جهان بحسام وبتعرفوا ان ليلة كانت عندها في البيت ومعرفتش تجذب عليها وعرفتها انه كان معهم الحادثة فبيتصدم حسام وبينهر انهيار شديد لدرجة ان حنان بتخاف منه وبيروح حسام لجهان ومع حنان وبيطلب منها تخليها قاعدة معيها وبتحاول ساعتها جهان تخلي حنان تتراجع عن اللي بتعمله فبيتخانق حسام معها وبيتعصب عليها لكن في النهاية جهان بتوافق وبتخلي حنان تقعد معيها وتاني يوم بيكون حسام قاعد مع نبيل ابو ليلة عشان يبلغوا ان ليلة طلب الطلاق وساعتها حسام بيتصدم وبيطلب من نبيل انه يتكلم مع ليلة عشان يفهم سبب طلبها للطلاق لانه مش عايز يطلقها ولا يخسرها فبيتصل نبيل بليلة عشان تيجي ولما بتوصل ليلة بتقعد مع حسام وبيتكلموا مع بعض وبيعرفها حسام انه مش هيطلقها وانها اكتر واحدة عارفة ان جهان بالنسبة له انتهت لانها كانت الدكتورة بتاعته قبل ما يحبوا بعده ويتجاوزوا وبيقوم يبوس راسها وبيطلب منها تفكر بهدقه وبعدها بتتصل جهان بحسام عشان تطمن عليه وبتروح تصحي حنان من النوم وبتعرف انها نازلة شغل وجهزت لها الفطر عشان تفطر فبتسألها حنان اذا كانت بتحب الدكتور حسام لان ما فيش ستة هتوافق تستقبل بنت ما تعرفاش في بيتها الا لو كانت بتحبه بجد وعشان كده نامت متطمنة لان الستة اللي بتحب بجد مش تحيل تقزي حد وبتشكرها على زوجها معيها ووقتها بيكون حسام مع خالد عند ريشة وبيتصدم حسام ساعتها لما بيشوف البطاقة لانها باينها مزورة وبيتعصب حسام جدا من برود ريشة فبيمسكه وبيضربه وخالد ووقتها ريشة بيخافه وبيقرر يصلح اللي حصل وبياخدهم لاخوه واللي بيكون اسمه العلامي ويعتبر اكبر مزور في مصر كلها وبيتخانق العلامي مع ريشة لما بيشوف شغله وبيضربه وبالقلم عشان هيباوز صمعة المزورين في الزوق وبيطامن حسام انه هيعمله البطاقة اللي هو عايزها في خمس ديام وفي الوقت ده بيكون فرج مع سعادة عند المحامية مديحة ودي محامية متهمة بقضايا الخلع والطلق وبتعرفه ان قضيته خلصت خلاص وما فيش اي حال تاني تقدر تعمله ولفة بيتعصب فرج جدا ولما بتعرف مديحة ان حنان سقطت نفسها بالخلع بتفكر في فكرة هتساعد فرج وفي المركز الطبي بيستغرب مسعد موظف الاستقبال ان اللي معاه بطاقة ليلة لكن الشكل اللي قدامه مش شكلها وبيقول لحنان انها مش ليلة لانه يعرف الدكتورة ليلة وعارف باباها كمان فبيتصدم حسام وبتخاف حنان جدا وبياخد حسام مسعد على جنبه وبيتكلم معاه وبيحكي له كل حاجة من الاول فبيقوله مسعد ان دي جريمة ومش ينفع يوفق عليها ابدا لكن حسام بيعرفه ان المركز هو اللي هيتورد في الجريمة لانه استقبله البوايضات وعمله كل الفحصات وهو اول واحد ممكن يتضر ساعتها والمركز هيتقفل والكل هيتبهدل ومش هيلله شغل تاني فبيخاف مسعد ساعتها وبيقلق لان عنده اسرة خاف عليها وبيقرر يسكت ويعمل نفسه ما شافش حاجة وبتدخل حنان لغرفة العمليات وبيكون خالد جاهز ومستنيها ووقتها بتكون حنان متوترة وخايفة جدا وبعد شوية بيطمن خالد حسام ان كل حاجة مشيت كويس وكلها كم يوم والحملة يبان وبيدخل حسام لحنان وبيقولها انها شايلة اخر امل لي وبيطلب منها ترتاح ومتتعبش نفسها وفي نفس اللحظة دي بيطلب خالد من حسام انه يخضره المريضة اللي هيجيضها النهاردة في عيادته فبيوافق حسام بدون تفكير وفي الوقت ده بيبعت يوسف لنريمان فيديو ليها وهي معها في وضع مخيل جنبها وبعدها بتروح ليلة المكتب بابها وبتعمل روشيتة بمهدئ ممنوع صرف ولا بازن دكتور وعشان بابها دكتور كبير ومشهور بتعمل روشيتة باسمه وبالختم بتاعه وفجأة بيدخل عليها بابها فبتخفه وبتتوتر جدا وبيسألها بتعمل ايه في مكتبه فبتجذب عليه وبتقوله انها كانت محتاجة منه دفتر روشيتات عشان بتاعها خلص وبعدها بتروح للصيدلية عشان تجيب الدواء اللي كتبته وبياخد منها الصيدالي بطاقتها قبل ما يصرفوا لها الدواء وبتخبف شنطتها عشان بابها مستنيها برا في العربية ووقتها بياخد حسام حنان للشقة اللي اجرها لها عشان تقعد فيها 9 شهور بتوع الحامل وبتفرح حنان بالشقة جدا وبيديه حسام جزء من الفلوس اللي اتفقوا عليها وبيعرفها انه هيديها البيئة بعد الولادة فبتشكره حنان على معاملته ليها واهتمامه بيها حتى لو كان بيعمل كده عشان لفبطنها وبس لانه عمرها محسد بالامان زي دلوقتي وبعدها بيروح حسام عشان يتكلم مع ليلة وبتكون لسه راجع هي وبوها من بره وبيقعد معها في العربية وبيوريها الدبلة اللي اشتراها عشان هم بدل اللبازة وقت الحادثة وبيقولها انه مش قادر يعود في البيت من غيرها لكن ليلة بتكون برضو مصرعة الطلاق وتاني يوم بتروح ليلة قبل يوسف بعد ما عرفت المكان اللي بيقعد فيه دايما من ناريمان وبتطلب منه يمسح الفيديو اللي مصور فيه ناريمان ويسيبها في حالها ويبيد عنها فبيقولها انه ما كانش بيهدد ناريمان ويا فهمته غلط وعشان كده هيمسح الفيديو دلوقتي ويثبت لها حسنيته وفعلا بيمسح يوسف الفيديو من على الموبايل لكن ليلة بتقوله انه اكيد في نسخة تانية فبيعرف انه هيبعت لها مومر الكاميرا عشان تتأكد بنفسها انه ما بقاش مع نسخة تانية وبعدها بيروح حسام لحنانه وفرحان جدا عشان تأكد ان الحملة بان وثابت عندها وبيحضنها من فرحته من غير ما يحس وفجأة بتتصل نورها بحنان وبتبلغها ان فرج رفع عليها قضية وبتبعت لها الورق اللي جابه المحضر للبيت ولما بيشوف حسام بيطامنها وبيقولها ان الخلع مفوش نقد وبيطلب منها ما تخافش ولا تتوتر عشان الحمل وساعتها بتيجي سهام وبتعرف اللي حصل وبالصدفة بتطلع عارفة مديحة لانها من منطقتها وبعدها بيروح حسام مع سهام لمديحة عشان يتكلمه معها وبيحاول حسام انه يرشيها عشان ما تساعدش فرج لكن مديحة وقتها بتتخانق معاين فبتحاول سهام تهديها وبتاخد حسام وبتمشي وبالليل بيروح يوسف لليلة العيادة وبيديها الممر بتاعت الكاميرا وبيتكلم معها بلطفه كأنه عايز يوقعها وبالليل بتقعد ليلة مع ناريمان وبتطمنها ان موضوع يوسف تحل ولما حسام بيتصل عليها بتتجهل اتصالاته وفجأة بتلاقي يوسف بعتلعه على الفيسبوك طلب صداقة فبتفرح ساعتها جدا وتانيوم الصبح بيروح سام الوحسام وبيقوله ان حياته اتدمرت من بعد اللي حصل وعنده ابتلاق كبير مش عارف هيعمل في ايه وبيحكيله ان ابنه شريف وقع وهو عند جده من البلكونة ومن ساعته وفي غيبوبة وبيانهاره وبيعايته وبيتكلم وبيطلع الفلوس اللي ادهله عشان يهرب له البويضات لانه حسس ان ربنا بيعقبه بسبب اللي عمله والعقاب جف ابنه وهو مش حمل الاقاب ده وعايز يكفر عن زنبو بأي طريقة وفي الوقت ده بيبعت يوسف لليلة هدية لها على عيادتها وبتكون ليلة فاكرا الهدية دي من حسام لكن بتلاقي يوسف بيكلمها وبيعرفها الهدية منه لانه عارف من الفيسبوك انها بتحب الكلاب وبيقترح عليها انهم يتعشوا مع بعض فبتوافق ليلة ووقتها بيكون فرج عند مديحة وبيتجنن لما بيعرف انه فيه راجل جال عشان حنان وبيطلب من مديحة تقوله اسم المستشفى اللي شغالة فيها سهام وبعدها بتروح حنان تقابل نورة وبتتكلم معها بخصوص اللي هي فيه وبتقرر تحكي لها عن موضوع الحملة وتأجير الرحم بتاعها عشان خايف يحصلها حاجة ووقتها بيكون فرج في المستشفى عند سهام وبيهجم عليها وبيتخانق معها عشان يخليها تعترف بمكان حنان فبيجي الامن وبيخرجوا من المستشفى وبالليل بتروح ليلة مع يوسف لمكان للسهر عشان يسهروا مع بعض ويرقصوا وبتكون مبسوطة وقتها بالرغم من انها ما بتحبش الاماكن دي وفي نفس الوقت ده بيتخانق زوج سهام معيها لانه عارف ان فيه راجل يتهاجم عليها في المستشفى لانه مرابيع جاريتهم كانت في المستشفى النهاردة وشافت اللي حصل وبيكون متعصب جدا عشان ما حكيتلوش فبتتوتر سهام ساعتها وبتقوله ان الراجل ده مجنون وده طبيعي وبيحصل دايما في المستشفى وبعدها بتروح نورة الحنان لان حنان قلقانة وبتتصل بيها ومش بترد فبتحكي لها سيام عن اللي حصل من فرج وبتطلب منها توصلها انها خرجت نفسها برا الموضوع ده عشان مش عايزة مشاكل وفي الوقت ده بيوصل يوسف ليلة للبيت وبيقولها انه مش قادر يخرجها من دماغه ولما بيرجع حسام لبيته بيلاقي ليلة رجعت وقعدها مستنياه وبتقوله انها فكرت كتير قبل ما ترجع تاني وكانت مترددة وخايفة لكنها حست انها مش تقدر تبعد عنه فبيفرح حسام جدا برجعها وتاني يوم الصبح بتحضر ليلة الفطر لحسام قبل ما تروح لعيادتها وبعدها بيلاقي حسام الرسالة ما بعتله من حنان وبتقوله انها هتسيبه هتمشي ومش ترجع تاني لانها قرفت من سهام ان فرج تهجم عليها في المستشفى وهو ما عملش حاجة ولا تصرف حتى في القضية زي ما وعدها وكل الاهم والطفل اللي هي حملت فيه بس وعشان هو بني قدم انني هتمشي وهتبعد عنه فبيتصدم حسام ساعتها وبيتجنن وبيروح بعدها للبيت اللي قاعدة في حنان عشان يلحقها قبل ما تمشي لكنه مش بيلاقيها وبيحاول يتصل بها لكن برضه مش بترد عليه وبيروح بعدها لنورة عشان يسأل عن حنان فبتقوله نعم تعرفش مكانها والمفروض انها معي فبيعرف حسام ان حنان مش يتفاجأ وما يعرفش السبب اللي حصل ده ايه وبعدها بيكون حسام مع خالد وبيفكره سوا ممكن حنان تكون فين وبيحلف انه هيقتلها لو قازت ابنه ولا سقطته بعد كل ده وبيفكر في السهام وبيقرر يروح لها البيت وبيبعت لها رسلا وتحت بيتها ولو ما نزلتش هيحكي الجزء على مصايبها فبتخاف سهام ساعتها وبتقرر تنزل تقابله وبيهددها انها لو ما جابتلوش حنان هيفضحها ولما بتوصل ليلة للعيادة بتلاقي شخص مستنيها وبيكون الشخص ده سامي وعايز يقعد يحكي لها عن كل حاجة وبالليل بتاخد ليلة الحباية المهدقة اللي جابتها من الصيدلية وبتستنى حصامي يرجع عشان تعرفه انها عرفت كل حاجة خلاص من سامي وبتسأله زي ما ياخدش رأيها في حاجة زي دي ويتصرف البويضات بتاعتها من غير ما يعرفها وبتعرفه ان اللي حصل ده جريمة وبتتهمه بالانانية وانها خسرت حياتها لما تجوزته وانه ما كانش بيحبها من البداية وبيحب نفسه بس فبيرد عليه حسان بنهيار وبيقولها انه عمل كل ده عشان هي في الاول مش عشانه وضحها بشغله وصمعته عشان يعملوا عيلة لكن ليلة بترفق تماما ان يكون لها طفل بالطريقة دي ولو عايزها تسامحه يبقى لازم الجنين ده ينزل فبيتصدم حسام وبيرفض ان الجنين ينزل وبيفضل متمسك به فبتقوم ليلة وبتسيب البيت وبتمشي وبتروح لزياده وبابوها وبتحكي لهم اللي حصل فبيتعصب زياد جدا وبيقول لها ان دي جريمة ولازم يحاسب حسام عليها عمله فبتقول ليلة انها خلاص هتطلق من حسام وده قرارها الاخير وبتطلب منه يحاول يوصل الست اللي حامل في ابنها عشان عايزة تقبلها وتشوفها ولما بتدخل ليلة قوضتها بتاخد تاني من المهدق وبيبني انها شبهم خلاص الشريط الدواء يعني بتاخد منه كميات كبيرة وبعدها بيقابل فرج زوكسهام وبيتكلم معا عن حنان وعن مراته اللي عملته وبيعرفها الشغل الاسهام بتعمله من تحت لتحت في المستشفى وبيعرفه انه جاي يستنجد به لانه شيخه يعرف ربنا واكيد هينصر الحق فبيطمنه زوكسهام انه هيعمل الخير وبعدها بيروح للمراته سهام وبيتخانق معها وبيتصدم من الاسهام شاركت فيه وبيمنع انها ترجع الشغل تاني ومش هتخرج من البيت تاني وبعدها بتتصل سهام بالدكتور خالد وبتحكيله انه جوزها عارف اللي هي بتعمله في العادة عنده فبيخاف خالد ساعتها تكون عرفته اسمه العادة فيه لكن سام بتطمنه انها ما قالتش حاجة وبعدها بتتصل حنان بحسام وبيترجعها ترجع تاني وهو يحميها ويعملها كل هي عايزة فبتقوله انها تعبانة وعايزة ترتاح واتصلت بها عشان كلمها كتير فبيحاول حسام يمسك عصابه وبيطلب منها تسيب مبيلها مفتوح عشان يكلمها وبنكتشف ساعتها ان حنان قعدة مع جهان وهي اللي بتوجيها تعمل ايه وتقول الي حسام وفي الوقت ده بيروح زياد للمركز العمل في حسام زرع البوايدات وبيكتشف من ساعت ان حسام قاله ان الدكتور نبيل والده عارف وموافق وبتكون ليلة ساعتها في الجالاري عندنا ريمان وبتنسى مبيلها عندها وبتكتشف ناريمان لما بتمسك المبيل ان يوسف بيكلم ليلة وبتتصدم انها على العلاقة به وبيكون حسام عند جهان في البيت وبيحضنها وهو منهاره بيعيط وبيقولها انه محتاجها دلوقتي جدا ولما بيقعد معها بيكون منهار من اللي بيحصل له وبيطلب منها تساعدوا يلاقي حنان وهو مستعد ديامل عشان اي حاجة هي تطلبها منه فبتظر حنان وقتها وبتقول له حسام ان الدكتورة جهان جدع وساعدتها وهي اللي عقلتها وهدتها فبيطمنها حسام انه هيعمل لها اللي يطمنها وبيفاجئها انه قرر يتجاوزها وبيتصدم جهان وحنان من اللي حسام بيقوله ومن بعدها بتفضل جهان حبسة نفسها في القوضة وبتروح لها حنان عشان تتكلم معيها وبتعرف ان هي حسة بها وبصدمتها ونها كمان مصدومة زيها فبتطلب منها جهان تسيبها لوحدها دلوقتي وبيدخل حسام لجهان وبيقول لها انه عمل طلبته منه واول ما قارفت الموضوع ده لكن جهان بتقوله ان كلمة قناني قليلة جدا عليه لانه معدل قنانية بمراحل وبيتعامل معايا وحنان قليلة على انهم ادوات وبتحلف له ان من اللحظة دي هو بر حياتها وبالليل بتكون ليلة صهرانة مع يوسف وبيرقصه سوا وبيقربه من بعض وفجأة بتدائق وبتتوتر وبتطلب من يوسف يرجع لها البيت ووقتها بتكون حنان في البيت مع حسام وبتقول لها انها خلعة اتفرج من شهرين وكده اكد هيكون فيه شهور عدة قبل ما تتجوزوا فبيقول لها انه هيسأل اذا كان للخلع شهور عدة زي الطلاق ولا لا وفي الوقت ده بيروح زياد للدكتور خالد وبيعرفه ان اخو ليلة وعارف كل حاجة مش ان عملها هو حسام وبما انه محامي فقدر دلوقتي يحبسهم هما الاثنين لكنه عايز يحبس حسام بس وبيطلب من خالد انه يعرفه كل حاجة عن البنت اللي انتحلت شخصية اخته وفي العيادة بتكون ليلة قعدة مع مريض بيتعالج عندها وبيتخانق معها وبيزعع عشان مش مركزة معين فبييجي بابها وبيحاول يهديه وبيطلب منه يقعد في مكتبه وهو يحل المشكلة وبيروح بعدها الليلة عشان يطلب منها تاخد اجازة لانها تعبانة ومحتاجة ترتاح ووقتها بتروح حنان تقابل مديحة وبتعرفها انها حنان طليقة فرج وماردتش تقولها في التليفون عشان توافق تقابلها وبيتقولها انها لازم تعرف حقيقة اللي اسمه فرج ده لانه شيطانه عايزي موتها وبتحكي لها قصة حياتها وانها وحيدة امها وابوها وابوها للأسف ماتوا يا صغيرة وعمها هو اللي ربوها لكنه زيق منها وكان عايز يخلص من مسئوليتها فجاوزها الفرج وشافت ايام سودة معاه من ضرب واشتيمة وإهانة ولما حاملت منه قالتها تصبر وقررت تسقط جنينها وتبعد عنه تماما ورفعت قضية الخلع عليه وبتترجع انها تقف جنبها لانها ملهاش ظاهر فبتتأثر مديحة ساعتها باللحنان بتقوله وبتوعدها انها تساعدها وقتنصرها وفي نفس الوقت ده بيحكي خالد لحسام ان زياد جاله وعايز سجنه ده غير ان فرج راح لزوكسهام وعرفه كل حاجة وحال فيه عرف من الدكتور اللي سام اشتغلت معاه وبالليل بيروح زياد لكوافر ميرفت وبيكون معاه نادر صاحبه اللي شغال في الشرطة وبيتكلم مع ميرفت بخصوص حنان وبيعرفه انه بيدور عليها لانها سرقت من اخته 300000 جنيه فبتتصدم ميرفت ساعتها وبتكون مش مصدقة وبتوقف سعاد زياد لما بتعرف انه عايز يعرف مكان حنان فين وبتقوله انها ممكن تساعده فبيديها الكارت بتاعه عشان تتصل بيلا وعرفت اي حاجة وبعدها بتتصل ساعات بفرج عشان تعرفه اللي حصل وبالليل بتعرف حنان اللي زياد عمله وقاله عنها وبتقوله حسام اللي حصل لكنه بيكون برد معها وده بيضايقها وبتعرفه ان هي كده اضرت وصماتها بوزت فبيعرف ان دي مسئوليته هو يحل كل حاجة وبيطمنها انه سأل عن العدة وطلع مفيش عدة وممكن بعد شهر تتجاوز وخلاص جهز الورق وبكرة هيعملوا الإجرعاط فبتطلب منه ان ميرفت ونورا يكونوا مع بعض وبعدها بيتفق حسام مع ناريمين انها تخليه قبل ليلة وبيروح لها بالصنار وبيتكلم معيها وبيعرفها ان كمان كم شهر بس ابنهم ما يكون في حضنهم لكن ليلة بتسيبه ساعتها وبتمشي وفي الوقت ده بيكون نبيل في قضة ليلة وبيفتش فيها لانه شاكك انها بتاخد ادوية مهدئة بدون علمه وبيتصدم لما بيلاه روشتة والدوية ولما بترجع ليلة للبيت بتتجنن انها مش لقي الدوية فبيدخل عليها بابها وبيعرفها انه الاول اخده وبيحضنها وبيهديها وبيعود معيها وبيقول لها انها لازم تبطل الدوية ده لانه ادمان ولو الموضوع طول هيوديها ما صح عشان تتعالج وبيمنعها تخرج من البيت عشان تكون تحت رعيته ووقتها بيكون حسام بيكتب كتابه على حنان وخالد بيشهد على العقد ولما بيمشي الكل بيتكلم حسام مع حنان وبيعرفها ندي مجرد ورقة وبس وهما مش متجوزين زي الناس العادية والكلام ده بيضايق حنان وبيجرحها ولما بيحسوا حسام بالعمل وبيحاول يصلح موقفه وبيطلب من حنان تجهزنهم العش عشان هيتعش معيها وفي اللحظة دي بيقابل زياد فرج وتاني يوم في المستشفى بيلاقي حسام ان فرج وصله وبيسحب وراب لقمة عشان يقف قدام كاميرات المراقبة ويستفزه فبيخرج فرج عن شعوره وبيضرب حسام بعمف وبيجي الامن يمسكه ساعدها وبالليل بيروح حسام لحنان وبيقولها ان فرج انتهى ودلوقتي محبوس ويتحكم عليه بسنة او اثنين بسبب تعديه على موظف اثناء تاديت وظيفته فبتفرح حنان جدا وبتطمن وفي الوقت ده بتكون ليلة بتعاني بسبب اعراض الانسحاب وبتتصل بيوسف عشان يسعيدها وتاني يوم بتروح مديحة للفرج وبتعرفه ان حنان قالت لها كل حاجة ومش تقدر تقف معه في القضية اللي رفاعة عليها ولما بيرجع نابيل من العيادة بيلاقي ليلة مش في البيت وخرجت وبيتصل بيها هو وزياد لكنها مش بترد عليه وبنعرف انها مع يوسف وبيحاول يجيب لها المهدئ اللي كانت بتاخده وبتتكلم ناريمان مع حسام عن ليلة وبتحكيله عن يوسف وعلقة ليلة به وانهم بيصهروا مع بعض كل يوم وبتديله عنوان المكان اللي بيصهروا فيه فبيتجنن حسام وبيتعصب جدا وبيرح للمكان اللي بيصهر في يوسف مع ليلة وبيشوف يوسف وبيحط المخدر لليلة في العصير فبيروح له وبيواجهه وساعتها ليلة بتستغرب من وجود حسام فبيعرفها ان اللي قاعدة معادة بيحط لها مخدرات في العصير بتاعها فبتتصدم ليلة ساعتها وبيدخل حسام في الصراع عنيف مع يوسف وبيضربه وبعدها بيقعد حسام مع ليلة وبتعتذر لليلة عن اللي حصل فبيسامحها وبيطلب منها يا كمان انها تسمحه وتفكر في موضوع الطفل تاني فبيبان على ليلة انها عندها استعداد تدي للموضوع فرصة ووقتها بتكون حنان في الكوافرة عنده نورة وبيجي شاكر يتكلم مع حنان وبيعتذر لها ان اللي حصل منه وبيعرفها انه هيصلح كل حاجة عملها وقرر يتجاوز نورة وهيعملها فرح كمان فبتفرح حنان لنورة عشان شايفها مبسوطة وبتتحك ولما بترجع حنان للبيت بتلاقي حسام داخل عليها ومع ليلة عشان يعرفهم ببعض ولما بيعودوا سوا بتحاول حنان انها تكون لطيفة مع ليلة عشان شايفها حزينة وبتسألها اذا كان نفسها في ولد او بنت لكن ليلة بتقولها ازاي قدرت توافق تعمل كده فبتتوتر حنان لكن بتجاوبها بكل صراحة وبتقولها ان حياتها صعبة ولولا اللي شافته في الدنيا عمرها ما كانت هترضى تعمل كده وساعتها بتحط ليلة ايدها على بطن حنان وبتطلب منها تاخد بالها من ابنها فبتطمنها انها شايلة امانة وتحافظ عليها ولما بيمشوا بيبانع على حنان الحزن الشديد وبعدها بترجع ليلة للبيت وبتدي البابها المهدق اللي جابته تاني وبتعرف بابها واخوها انها خلاص مش هتطلق من حسام فبيتعصب زياد جدا وبيكون رفض انها ترجع له حسام وساعتها نابيل بيتدخل وبيمنع زياد انه يتدخل في حياة اخته وبتعرفوا ليلة انها مش هتسمح له يأذي ابنها اوابو فبيتداء زياد منهم وبيسيب البيت وبيمشي وبعد 6 شهور بنشوف حنان وليلة بقوا صحاب ومقربين من بعض وبتروح ليلة مع حنان وحسام عشان يشوفوا الصنار ويتطمنوا على الطفل وبيبانع على حنان انها حزينة عشان اتعلقت بالطفل اللي في بطنها ووقتها بتكون سهام بتتكلم مع ستة في التليفون وبتتفق معها على عملية اجهاد وفي نفس اللحظة دي بيسمع جوزها وبيتصدم لكنه بيقرر ما يواجهش سهام دلوقتي وفي السجن بيخرج فرج قبل معاده بسبب حسن السر والسلوك وفي الوقت ده بتكون ناريمان هي وزيادة عند ليلة وبنها عرف ان زياد لسه مستمر في اقناعة ليلة انها تسيب حسام لانه راجل خاين والخاين لازم يتساب فبتقرر ساعتها ناريمان انها تعترف لزيادة عن العلاقة اللي كانت بينها وبين يوسف وانها كانت بتقابله بعد ما تجوزه فبيتصدم زياد صدمة كبيرة وبيطلق ناريمان وفي المستشفى بيتفاجأ حسام بريهم قدامه وبتعرفوا انها تابت وهتتجاوز وكانت جاية للدكتور خالد عشان تقنعه وينزلها الجنين اللي في بطنها لانه من واحد تاني وبتترجع حسام انه يساعدها ويعف جنبها لان خالد مش موافق وهي نفسها تنضف وتبدأ صفحة جديدة في دنيتها ومع ربنا وتتجاوز وتخلف وتعمل بيت فبيروح حسام بعدها للدكتور خالد وبيتكلم مع بخصوص ريهام فبيوضح له خالد ان ريهام مشيت في السكة دي بمزاجها لكن اللي بيساعدهم بيكون ما تحك عليهم فبيقول له حسام ان ريهام متضمرة ونفسها تنضف بجد ودحقها زي اي واحدة تانية بيساعدها وطلبة منه يسطرها وبتستنجد به وفي الوقت ده بيشوف زوج سهام مبيلها وبيقرى الرسائل اللي بينها وبين ريهام وبيعرف من الرسائل مع عملية الإجهاض اللي هتعملها ريهام وسهام هتكون موجودة فيها وبالليل أثناء ما خالد بيعمل العملية بيتفاجئ هو وسهام بالشرطة داخل عليهم وبيقبضوا على خالد وسهام وبتتصدم ساعتها سام لما بتشوف جزء قدامها وبتتصدم أكتر لما بتعرف ان هو اللي بلغ عنهم وبييرمي عليها يمين الطلاق وفي التحقيق بيدفع خالد عن نفسه وبيقول واكيل نيابا انه كان بيساعد البنات عشان يقدروا يعيشوا في قسط المجتمع زي اي حد لان الغلطة اللي بيغلطوها بتضمر حياتهم وبالليل بتكون حنان في فرح نورة ومعه حسام عشان طلبت منه يروح معاها ولما بيوصل حسام حنان للبيت بتتصدم انه فرج مستنيها وبيتكلم معه وبيعرف انه يفضل وراها لانه لسه بيحبها وعايز يعيش معيها ومستعد يسمحها ويغفر لها كل اللي عملته وبيحلف لها انه تغير وبقى بيصلي وهادي وعايز يفتح معه صفحة جديدة وفجأة بيهجم عليه حسام وبيضربه بحاجة تقيل على دماغه بعمف الحد ما بيقتله وبتيجي مرات البواب وبتسرخ وبتلم الناس كلها فبيهرب حسام وحنان وبيجرو وبعدها بيكون حسام قاعد منهار ومش مصدق انه قتل فبتقوله حنان ان دي اول مرة تشوف حنان فرج نظرة حنان وحب وكان عايز منها بس كلمة حلوة اطمنه بيها وفجأة بتحس حنان بواجع رهيب في بطنها وبتنزف وبتتصدم لما بتلاقي حسام عنده جرح في بطنه وبتفهم ان الفرج طعنه وبيتخانق معاه وساعتها بيكون حسام خاف جدا على حنان وبيتصل بالدكتور مراد عشان يروح للمستشفى وفي نفس الوقت ده بتروح الشرطة لبيت ليلة وحسام وبيدوروا على حسام في كل حتة وبيعرفوها انه متهم في جريمة قتل وفي النيابة بيكون وكيل النيابة مستغرب ان ليلة معمول لها بطاقة مزورة وهي ما تعرفش فبيرد عليها زياد بما انه محامي ليلة وبيعرفوا ان دي حاجة لازم يسأله حسام عنها وبيكون عايز يقدم بلغ ضده وفي المستشفى بتكون حنان خايفة ومرعوبة وحسام حالته صعبة بسبب الجرح اللي في بطنه ومع ذلك بيحاول يطمن حنان اللي دخلها لعمليات وبيبعت للايلة رسالة وبيعرفها فيها ان حنان بتولد في المستشفى اللي بيشتغل فيها وبيحاول بعدها انه يعقم جرحه بنفسه ويربطه لكنه بيكون مش في وعيه وتعبان جدا وبيلاها تلفونه بيرانه بتكون ليلة وبتعرفه انها وصلت للمستشفى فبيغير هدومه وبيطلع لها وساعتها بيلاحظ زياد وليلة انه حسام تعبان جدا وكأنه بيموت فبيروح زياد ينده للدكتور عشان يشوفه وفي الوقت ده بيحضن حسام ليلة وبيبوس ايديها وبيعرفها انه عمل كل ده عشانها وبيسيبها وبيدخل للعمليات عند حنان وقاول ما بيسمع صوت الطفل بيعيط وبيتأكد ان حنان كده ولدت خلاص بيجريه في خمة ساعته وبيمسك الطفل وفرحانه وطير من الفرحة وبيعود يتكلم معه بيقوله انه كان مستني اللحظة دي كل ثانية لكن فجأة حسام بيموت وشيل ابنه بين ايديه وبيحاولوا الدكاترة زميله نوم يساعده وبيحطوه تحت جهاز الانعاش لكن للأسف مش بيقدروا ينقذوه ولما بيخرجوا بالليلة بتناروا وبتتصدم وبتعايد بحرقة على فرق حسام فبيحاول زياد يهديها وبيكون هو كمان مصدوم اللي حصل وبعدها بيقف ليلة وحنين قدام الحضانة وبيبصوا عالطفل بحزن جديد وما بنعرفش مصر الطفل ده ايه وبيخلص المسلسل الفيديو ده كتبته ألاء غازي وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سلام